أستاذ الأزيز، أريد أن نبين شنو يعني سانت ليغو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سانت ليغو هو طريقة حسابية ممكن من قلالها نعرف الأصوات اللي حصل عليها الحزب وبالتالي تتحول هذه الأصوات إلى مقاعد مثال عدنا هنا اليوم، طبعاً تقسيمات سانت ليغو تكون على الأرقام الفردية اللي هو الواحد وثلاثة وخمسة وسبعة حسب المقاعد اللي راح نحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها فمثال عدنا هنا في هذا المثال اللي هو الحزب أليف ستة وستين حصل ستة وستين ألف صوت وبالتالي حصل على ثنين وستين صوت وجيم تسعة وعشرين ألف صوت ودال ثلاثة وعشرين فناخذ مثلاً الحزب الأول اللي هو ستة وستين راح نقسمه على رقم واحد وبالتالي راح يطلع لنا هنا مجموعة يطلع لنا معناه مقاعد بعدين ناخذ نفس الستة وستين نقسمه على ثلاثة رقم على ثلاثة تطلع لنا ثلاثة وعشرين ألف صوت ونقسمها على خمسة تطلع لنا هنا ثلاثة ومتين وكذلك نستمر على طريق الحزب باء اللي هو اثنين وستين ألف محصل وهكذا احنا هنا بهذه المجموعة نريد مجموعة المقاعد محدد المقاعد فهذه المظلة له هي المقاعد راح تصعد وتكون أما البقية راح تكون هدر بالأصوات هنا بالقانون الحالي الموجود بالمفوضية راح مو يقسمون على واحد